وبالتحديد من ولاية جيجل حيث كشفت الأمطار التي تهاطلت أمس على مدينة جيجل سياسة البريكولاج المنتهجة من طرف بعض الجهات بعد أن غمرت الطرقات والشوارع جراء انسداد بلوعات الصرف في غياب أي تدخل للسلطات بالولاية كما شهدت أيضا بلدية مروانة مساء أمس ببتنة ساقط أمطار عضية غزيرة حولت الشوارع والزقة إلى أودية وعرقلت حركة المنور عبر عديد المحاولة البلدية والولئية وحتى الطرق الوطنية على غرارة طريق الربط بين شيدي وطريق الوطني رقم 86 هذا وقد عبر الفلاحون عن فرحتهم بأمطار أكدوا أنها تساقطت في وقت مناسب جدا إذ أنها ستسلح بمباشرة عملية الحرث مع إمكانية مساهمتها في الرفع من منسوب الأبهار سعيد حريقة رصد أطالية اسمه بريدة يرزم وبريد إنه وثايا ما اسمه منفاعة مضراء ولديش المضراء تحليث موردي في يرزا تحليش جر ستنظر في الحال حتى الآبار هما المياس تحياد واللانقلي يستعد الفلاحون هذه الأيام بقصور ولاية أدرار لمباشرة حملة الحرث والبذر إذن بإطلاق الموسم الفلاحي التقليدي الذي يعرف بالمنطقة بموسم توبر في موضوع آخر وبالرغم من إعادة التهيئة لطريق الوطني رقم عشرون الرابط بين قسنطينة أم البواقي والقلمة وتحويله إلى طريق مزوج لأن تأخر مشروع إنجاز محاول بمفترق الطرق التابع لهذا الشاطر حول أن مسلك إلى نقطة سوداء بسبب الأشغال المعطلة من جهة والإزدحام المروري الكبير الذي تسبب فيها كله المزيد مع عبدالله جليل حديث إلى إرهاب الطرقات لقي شخصان يحتفهم أوصيب آخر بجروح فجر اليوم في حادث مرور خطير وقع في المكان المسمى فراج الشمس عبر الطريق الوطني رقم ستة عشر ببلدية حساني عبد الكريم وليت الوادي بعد استدام شاحنة ذات سهريج بسيارة سياحية حيث تدخلت مصالح والحماية المدنية بوحدة تايد بيلا والوحدة الرئيسية وقامت بنقل الضحايا إلى مستشفى الثامن مايه خمسة واربعين فيما فتحت عناصر ودرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المميتة تربويا الآن لم يلتحق أكثر من ثلاثمائة تلميذ ببلدية المحرى ولاية البيض بمقاعد الدراسة لحد الساعة بسبب رفض وليائهم ذلك احتجاجا على تأخر انجاز متوسطة مبرمجة منذ سنة 2012 ولم تنطلق بها الأشغال بعد نوردين الرحمن يفصل أكثر في هذا التقرير هنا بقرية الديغم ببلدية المحرى جنوب ولاية البيض ثلاثمائة تفل لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة والموسم الدراسي بالنسبة لهم لم ينطلق بعد في ظاهرة لا تحدث إلا بالبيض أدوات والمقاظر والمحافظة وخطنا ندخل كيف نكمل زملائنا لدخل وخاصنا متوسطة وما كتبنا حرف في كل رأس الأولياء ربطوا التحاق أبنائهم بالمدرسة ببناء متوسطة خاصة بهم وبقريتهم في الـ 2012 جال لا دي سيزون المتوسطة هذه هيوين لحد الساعة هذه هيوين ما كان يشتسد بأرض الواقع شدينا أولادنا وقلنا قدامنا تفتح المتوسطة لا تبدأ في الواقع أولادنا مش داخل مدير التربية بالبيض حمل الأولياء المسؤولية واستاءل استغلال الأطفال الأبرياء هذا التصرف غير قانوني كما أن الدولة والسيد الولي سيبدو الكل مجود من أجل يعني مؤلشة المشكلة ورفع تجميد للعلمة القارية استفدت من موطة وسيطة عملية 2012 لكن نظر تأخذ إجراءات على مستوى المديرية المعنية بالإنجاز مسها تجميد كما مس عملية كثيرة طبعا ما نقولش تجميد نقول تأجيل فقط وإن شاء الله عن قاريب ستعالج القارية وهي من دم الأولويات في كل مشاريع في قطعة ربيب ووليه طبيعي من حق الطفل أن يدرس ولا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك كما يحق لها أن توفر له الظروف الملائمة للدراسة إلى موضوع آخر مخاوف كبيرة في أوساط المواطنين في ولاية ميلا من تأثير شحن موارد المائية على المشاريع التنموية وهي تحديات التي تنتظر والي الجديد تفاصيل مع صفيان بوعونه تواجه ولاية ميلا تحديات حاسمة بمسارها التنموي أمام المعاوقات المالية التي تشكل المسار الفاصل بالنسبة لمختلف البرامج التي تسطرها الدولة أو يطالب بها السكان المحليون هذه الإنجازات تكمل في خلال عهدة السيد الوالي الجديد الذي رحبه بها بالمناسبة وتشمل إن شاء الله كل 32 البلدية لكينا وفي مختلف المجالات الوالي الجديد تحديات كبيرة خاصة في ولاية ميلا تحديات هذه تفرضها الأولين للأزمة المالية من خلال أنهم مطالبون في المدة الأخيرة هذه استطمارات خالقة للطروة والذر أموال على الخزينة العمومية وضعية شبكة الطرقات عبر عدة بلدية تنتظر اهتماما زائدا وكذا تحسين الحضار وتفعيل إنشاء المؤسسات العمومية بالبلدية لأجل تنويع مصادر التمويل الذاتي للخزينة نسعى جاهدين مع الهيئة التنفيذية وكذلك المتخبين لإيجاد الحلول حسب الموارد المالية المتوفرة وكذلك سنسعى جاهدين مع المواطنين بالحوار عبر المتدهيات التي أرصها الولي السابق وإن شاء الله سنكون في استماع والإزغاء لكل المواطنين إن شاء الله وضع اقتصادي صعب يوازيه مطالب اجتماعية قائمتها تطول تجعل الولي الجديد لميلة أمام تحدي كبير في قادم الأيام